مع مشاكل اللي هم يتمرنوا اللعيب بيدرس لازم يدرس طب قبلها ازاي بيتحلها لهم ازاي اللي انا عايز اقوله ان احنا المتفوق رياضية متفوق علمانيا انا ما شفتش حد على فكرة يعني حقيقة كل الولاد اللعبة عندنا كلهم فوق ال95 وال94 ما شاء الله يعني على رغم ان السنة دي المجامية في السنون العامة وطية شوية انما ما فيش حد متفوق رياضي اللي هكون متفوق علمي فالحيطة دي المطمئنة ليها وطبعا الموضوع خلاص الولاد اخدوا على كده واولياء الامور لهم دور كبير في كل الالعاب عندنا كل الرياضات دايما بيشتكوا الناس او يشتكوا في اولياء الامور وبيقولوا ان هم مش سابورت مع ان الالعاب الفردية بالزاد اعتقد بتكون مهمة جدا اولياء الامور وتجديل وسبورت الامور السباحة بالزاد حضرك اعرف ان فيها تمرين فجر وتمرين بالليل وبعد الظهر وجم وانا بروح ادنادي الفرج داخلين وبلعب رياضي واسرة اقلقهم داخلين ارباع الفجر وخمسة الفجر السباحة بالزاد محتاجة هزا الكلام اولياء الامور ايه هو عايز اقول ان هم الدراع بتاع اي اتحاد الرياضي الدراع القوي اللي هو فعلا بيديله بيمديله بالزخيرة اللي احنا بنحارب بيها هم هم اولياء الامور وانا بشكرهم بعد ايه ازنى حالات يعني اولياء الامور الزخيرة المهمة لكن فيه برضو عايز اقولك بصراحة بيكون فيه تدخلات زيادة ولا احنا بحجمين امورنا معاهم وعارفين دورهم فيه لا لا التدخلات دي مرفوضة كلياتا ومعاينة بالذات يعني فعلا تدخل اولى الامور ويمكن هم عارفين سياسة اتحاد الغوص مفيش تدخلات من اولى الامور لان طبعا فعلا بيبقى الموضوع صعب شوية بيدخلوا في الناحية التدريبية وتلاقي وليه الامر وقاعدت على المدرج بساعة الكلام ده مرفوض وانا تلازم الساعة دي تبقى موجودة يعني اي مدرب احدك بمحترم فعلا قوي في مجاله بيرفض هذا الاسلوب بتديهم ده في التدريبات وتديهم ده في المحاضرات بتاعة المدربين طبعا 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 مهم جدا مهم جدا احنا دايما بنتكون متواصلين مع المدربين والادريين بتاعنا في داخل اللي هي البرامج او داخل محاضرات سنوية دايما بتعبنا له بوضح لك المحاضرات ودورات السقل والأب جريد بالنسبة اللي هوات مهمة جدا وبندخل فيها طبعا حاجات كمان فيسيولوجي وبندخل فيها طب رياضي وبندخل فيها مناشطات يعني حاجات تانية فرعية لازم تبقى موجودة مع الناحية التدريبية كتكنيك اللعبة بتاعتنا طيب احنا بس لازم نقول لكم جمهورنا نادي الاهلي ان 68 68 مع الاتحاد سكندري الماتش ايكول وهيلعبه اكسرا تايم هيبدأه على طوله هنتابع معنا دايما الماتش صعب جدا نادي التحاد سكندري المحترم في الباسكتبول النادي الاهلي فعلا فريق قوي جدا نتمنى التوفيق لي النادي الاهلي بإذن الله نكمل يا كابتن سامح بموضوع السقل للمدربين والادريين مهم جدا الدورات التدريبية للمدربين حضرتك انها ما نستكفيش باللي احنا فيه لا احنا بنقول ان فيه الجديد في عالم اللعبة بتاعتنا كل يوم وكل اسبوع بتطلع نشرات جديدة جدا لازم فعلا مع الدول الكبرى لنا تواصل سواء روسيا او اوكرانيا او اليونان او ايطاليا في عالم اللعبة بتاعتنا وبنقدر ان احنا لسه كان فيه في نوفمبر الماضي في 2020 كان فيه كونفرنس كبير جدا وكان فيه عدد كبير من المدربين دخلوا طبعا عن طريق الزوم والحاجات دي على فكرة بتفيد وبتخلي زيادة الوعي التدريب بالنسبة للمدربين على مستوى طبعا مصر كلها والحمد لله احنا مدربنا انا مطمئن لهذا الكلام لان النتاج اللي وصلنا لها بطول ان احنا ماشيين في الطريق السليم ماشيين في الطريق السليم لكن ابطالنا اكيد